بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومنغوله وبعد أرحب بكم جميعاً أيها الطلاب والطالبات في هذه المادة ونحن الآن في باب لا أدتي لنفذ الجنس سبق معنا في مبحث القرفة الناسقة أن لا قد تعمل عملا ليسا أو سبق معنا في الأبواب الماضية باب المشبهات ليسا ومن هذه المشبهات هي لا التي تعمل عملا ليسا وقد أوضحنا في الباب أن لا التي تعمل عملا ليسا فإنه ترفعوا المقتداء وتصمى اسم الله وتنسبو الخبر ويصمى خبر الله وما لا التي تعمل عملا ليسا هي تنفي الوحدة أو تنفي وحدة وليسا الجنس أما لا التي لنفي الجنس فإنه تنسبو المقتداء ويسمى اسمها وينسب أفوا ويرفع الخبر ويسمى خبرها وهذا أن لا النافع للجنس ينافي أو ينفي الجنس كلها والآن نأتي إلى البيت الأول في هذا الباب عمل إن نجأ لله في ناكرة مفردا جاءتك أو مكررة فلا النافع للجنس من الأقسام أو من القسم الثالثة من الحروف الناس فهل الابتداء والمراد بلا النافع للجنس ونفي الخبر عن الجنس كله على سبيل الاستقراط والشمول فمثال ذلك إذا كنا لابستانا مثمر انظر هنا لابد أن نفرد بين لا النافع ولا التي تعمل عمل ليسا إذا كنا لابستانا مثمر فهذا لابنا لنافع الجنس وهذا معنه أننا نفعنا الخبر عن الجنس كله أي ليسا هناك بستان أبداً مثمر لابستانا أي معنه ليسا هناك بستان أبداً مثمر أي جميع البستان أفراد جميع البستان لم يكن هناك مثمر أي نفعنا الإثمار عن جميع أفراد البستان هذا إذا كنا لابستانا مثمر لابنا أن نفع الجنس لكن إذا كنا لابستان أو لابستانا مثمر لابستانا مثمر فلا هنا يعمل عمل ليسا فَقَوْنُهُ يَعْمَلُ عَمَلَ لَيْسَ يَنْفِي وَحْدَهَا فَقَرْ إذا كُلْنَا لَا بُسْتَانٌ مُثْمِرٌ إذن هناك بُسْتَان مُثْمِرٌ وهذا بُسْتَانُ غَيْرٌ مُثْمِرٌ إذا كُلْنَا لَا بُسْتَانَ مُثْمِرٌ فَهُنَا لَا يَجُوْزُ لَنَا أَنَّا كُلْبَلْ بُسْتَانَانِ لماذا؟ لأننا نافينا عن الجميع لكن إذا كُلْنَا لَا بُسْتَانٌ مُثْمِرٌ فَهُنَا يَجُوْزُ أَنَّا كُلْبَلْ بُسْتَانَانِ أو ثَلَافَةَ بَسَاتٍ لأننا نافينا الوحدة فقط دون باقية الأفراد يَنْ أُقَرِّرْ إِذَا كُلْنَا لَا بُسْتَانَ مُثْمِرٌ فَهُنَا لَا كُلْبَلْ الْمُقَلْ إِسْمُ بِالْكَامِلُ لَكِنْ إِذَا كُلْنَا لَا بُسْتَانٌ مُثْمِرٌ فَهُنَا نَفَيْنَا وَحْدَهُ فَقَطُّنَا أَأَلْبَقِيَةً لَا بُسْتَانٌ مُثْمِرٌ هنا لا تَعْمَلُ عَمَلَا دَيْسَةً لَا بُسْتَانَ مُثْمِرٌ هنا لا لَا لِنَفْيَ الْجِنسَ فَالتَمَا قُولْنَا أَنَّا لَا لَا لِنَفْيَ الْجِنسَ أَوْ لَا 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 نَافِيَ الْجِنسَ تَنْسِبُمْ لَا مُتْضَدَى UNSAMA إِذْمَنْ لَهَا وَتَعْفَوْءِ الْخَبَرِ وَيُسَمَّا خَبَرٌ لَهَا ثُمَّةَ لَا الْنَافِيَ الْجِنسَ تَعْمَلُ بِثَلَتْ شُرُوْتِ إذا لم تتوفر هذه الشروط فإن لا هنا لا تكون نافية للجنس فلا تنسيب المبتدى ولا ترفع الخبر وهذه الشروط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكردين إذن لا النافية للجنس إنما تدخل على نكرتين النبتدى نكره والخبر نكره أو يكون اسمها نكره وخبرها نكره لكن قد تعمل في المعرفة لكنه قليل ومثال ما ذكرنا لا بستان مثمر بستان نكر ومثمر نكر فإذا دخلت عليه لا النافية فهنا تعمل لا النافية للجنس لا بستان مثمر وشرك الثاني أن لا يفصلا بينها وبين اسمها بفاصل أي لا بد أن تأتي اسم لهنا مباشرة بأدلا ولا يجوز أن يفصلا وإن كان الفاصل خبرها المتقدم أي لا يجوز أن يتقدم الخبر على اسم حتى تعمل لا نافية للجنس فإذا تقدم الخبر فهنا معنه أنه يفصلا بينه أو بينها وبين اسمها فإذا كان كذلك فإن الله لا تعمل فألغيت الله من العمل إذا فسلا بينها وبين اسمها ولو بخبرها فإذا قلنا مثلا لا في الثوب تول ولا قصر تنظر لا هنا قد فسلا بينها وبين اسمها طول هنا فبأ اسمها وفي الثوب هنا خبرها إذا فسلا هنا ألغيت الله من العمل لا طول في الثوب ثم فسلا بينها وبين اسمها بالخبر المتقدم فهنا لا لا تعمل لا في الثوب تول ومنها قول تعالى لا فيها غول إذا أخرنا الخبر فأيكون الجملة لا غول فيها لكن لما قد فسلا بينها وبين اسمها فإن الله هنا لا تعمل هذا هو الشر الثالث ألا يدخل عليها حق جر فإذا دخل عليها بطل عملها جئتو بلا كتاب جئتو بلا كتاب انظر هنا تدخل على أو يدخل على لا فيها لجنس حرف جر فإذا دخل عليها على لا فيها لجنس حرف جر حرف جر فإن الله لا فيها لا تعمل جئتو بلا كتاب لها لا تعمل لدخول للجنس ثم نأتي إلى البيت الذي بعده فانصب بها مضافا أو مضارئة وبعد ذات الخابرة اذكر رافئة وركب المفرد فابحا كلا حول ولا قوة هنا في هذه البيتين أراد النظم أن يبين لنا أحوال أو حالات اسم لا النافيا للجنس فإن اسم لا النافيا للجنس له ثلاث حالات الأولى أن يكون مضافا الثانية أن يكون شبيها بالمضاف والثالثة أن يكون مفردا أي kalمة واحدة والآن نأتي إلى الأولى وهو أن يكون اسم النافيا للجنس مضافا نحب لا عملا خير ضائع لا عملا خير ضائع فعملا خير هنا مضاف مضاف إليه اسم لا والحال الثانية شبيها بالمضاف ومثال ذلك لا عاصيًا أباه موفق لا مقصرًا في عمله فلافظ عاصيًا أباه لا شبيه بالمضاف وهو اسم لا كذلك مقصرًا في عمله هذا كذلك شبيه بالمضاف ويقع اسمًا للنافيا للجنس فتكون هذه أو تكون أو يكون الاسم في هاتين الحالتين منسوب لفظًا والعامل وعامل النصب هو لا النافيا للجنس يعني نقول أن اسم لا النافيا للجنس إذا كان مضافًا أو شبيهًا بالمضاف فإنه يكون منسوبًا إذا كان مضافًا أو شبيهًا بالمضاف فإن اسم لا النافيا للجنس يكون مضافًا تذكر هذا جيدًا وقرر أن اسم لا النافيا للجنس إذا كان مضافًا أو شبيهًا بالمضاف فإنه يكون منسوبًا وهذا سنأتي بعد هذا كون اسم لا النافيا للجنس لا يسا منسوبًا بل مبنيًا وهو إذا كان مفردًا وهو الحالة الثالتة يكون اسمها مفردًا أي kalمة ما ما ليسا مضافًا ولا شبيهًا بالمضاف ما لا يكون مضافًا أو شبيهًا بالمضاف فيدخل فيه المفرد وجمء التقصير والمتنى وجمء المتكر سالم وجمء المؤنس السالب كل هذه ليس مضافًا ولا شبيهًا بالمضاف هذا هو المقصود بالحالة الثالتة أن يكون اسمها مفردًا فمثال المفرد لا سرور دائمًا لا سرور دائمًا اندر سرور دائمًا ومثال جمء التقصير لا كواكب طالعطن لا كواكب طالعطن ومثال المثال لا ذديني مجتمعاني لا طالبيني حاضراني ومثال جمء المدكر سالم لا متنافسيني لا متنافسيني في الخير نادم لا متنافسيني في الخير نادم ومثال جمء المؤنس السالم لا متبرجاتي محترمات وحكم الاسم في هذا الحال أنه يبنى على ما كان ينصب به وقرر أن اسم أو أن اسم لا أن نافيا للجنس إذا كان مفردًا فيكون مبنيًا على ما ينصب به وقرر مرة ثانية أن اسم لا أن نافيا للجنس إذا كان مفردًا فيكون مبنيًا على ما ينصب به فهنا نخلص أن اسم لا أن نافيا للجنس إذا كان مضافًا أو شبيًا بالمضاف فيكون منصوبًا وإذا كان مفردًا فيكون مبنيًا على ما ينصب به تذكر هذا جيدًا لأن أو لأن هاتين القاعدتين ستكون عمدة لنا في المباحث التي ستأتي بعد قليل والآن نأتي إلى البيت الذي بعده وركب المفرد فاتحًا كلا حول ولا قوة والثاني جعلًا مرفوعًا أو منصوبًا أو مركبًا فإن رفعت أولًا لا تنصبًا في هذين البيتين أراد النظم أن يبين لنا الأحوال إذا عُتف على اسم لا عاتف إذا عُتف على اسم لا عاتف وهذا العاتف نكره مفردًا نكره مفردًا الثاني ألا تتكرر معنى أن لا تتكرر فإن لا يأتي مرة واحدة في الأمام ومعنى التكرر أن بعد حرف العاتف يأتي لا مرة ثانية فإن تكررد لا فلا يخلو اسم لا الولى وهو المعتف عليه من ثلاثة أو من ثلاثة حالات الآن يأتي عَتفٌ يأتي عَتفٌ ثُمَّ لَفْضُ لَا أَنَّافِيَنِ الْجِنسِ ذُكِرَتْ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدْ ذُكِرَتْ في السَّبِقِ وَذُكِرَتْ كَذَلِكُ بَأْدَ حَرْفِ الآَتْفِ وهنا ثلاثة أو ثلاثة حالات أو ثلاثة أحوال الآولى أن يكون مبنيًا لِكَوْنِهِ مُفْرَدًا يكون مبنيًا لِكَوْنِهِ مُفْرَدًا مثال ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله هنا إذا كان أُكَرِّرْ إذا لا هنا تَكَرَّرُ والإسم الأول إسم الله الأول إسم الله الأول مبنيًا لِكَوْنِهِ مُفْرَدًا انظر لا حول لا حول لا حول هنا إسم الله مُفْرَد وَمَبنيًا لِكَوْنِهِ مُفْرَدًا فَيَكُونُ مَبْنِيًا فَهُنَا جَاءَ بَعْدَهُ حَرْفُ عَتْفٍ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَهُ عَتْفٌ وَهُوَا قُوَّهُ ثُمَّ هُنَا تَكَرَّرَ لَا مَرَّتَيْنَ بَعْدَهُ عَتْفٌ فَهُنَا فِي أَثْثَانِي فِي إِسْمُ لَا أَثْثَانِي وَهُوَا فِي أَلْعَاتِفُ فِي قُوَّهُ فِي قُوَّهُ هنا يَجُوزُ ثَلَاثَةُ أَوْجُ الأول بِنَا فَنَكُولْ لَا حَوْلَ وَلَا كُوْوَتَ فَتَكُولْ إِذَا نَكُولُ لَا حَوْلَ وَلَا كُوْوَتَ فَلَا أَثْثَانِيَا تَأْمَلُ عَمَلَا إِنَّا فَتَكُولُ لَا أَثْثَانِيَا التي تَقَأْ بَعْدَ وَهُو العَتْف تَأْمَلُ عَمَلَا إِنَّا فَيَ تَأْمَلُ عَمَلَا فتكون هنا العطف عطف الجملة على الجملة أو عطف المفردة على المفردة أو عطف kalimah على kalimah والأول وجه الثاني يكون منصوبا ولا قوة ولا قوة لا حولا ولا قوة فإذا قلنا ولا قوة فإنه عطف على محل اسم الله نحن قلنا أن الله تنسبو المبتدى تنسبو المبتدى فإذا كان اسم الله مفردان فإنه يكون مبنين على ما ينصب به فإنه يكون اسم الله في المحل منصوب لكن لأن اسم الله هنا مفرد يكون مبنين فقولنا ولا قوة هذا معتوف على محل اسم الله وتكون إذن لا الثانية الواقع بعدا ووي العطف زائدة لا أمل لها والوجه الثالث نقول بالرافعي ولا قوة لا حول ولا قوة فإذا كنا لا حول ولا قوة أي بالرافعي ولا قوة فإنه يكون معتوف على محل لا وسماء أي بمعنى أن لا لا وسماء هنا في موضع رفعي بالإبتداء أي لا وسماء في محل رفعي بالإبتداء فإذا كنا ولا قوة فإذا هنا عطفنا على محل لا وسماء إذا كنا لا حول ولا قوة بني البناء فإنه قوة معتوف على ماذا على حول لفظ فتكون العطف عطف الجملة على الجملة أو الكلمة فإذا قلنا لا حول ولا قوة فإذا قلنا العطف على محل اسم الله وإذا قلنا لا حول ولا قوة فإذا قلنا العطف على محل على وسماء هذا بالنسبة إذا تقرر لا النافية للجنس وَيَكُونُ مَدَا إِسْمُ لَغُنَا مَبْنِيًا أو مَبْنِيٌ لِكَوْنِهِ مُفْرَضًا والآن الحالة الثانية أن يكون إِسْمُ لَغُلَى الْقُلَى منسوبًا لِكَوْنِهِ مُضَفًا أو شَبِيهًا بالمُضَف إذا كان إِسْمُ لَغُنَا مُضَفًا أو شَبِيهًا بالمُضَف نَحْنُ قَعَتْنَا في البداية أن إِسْمُ لَغَنَا نَعْفِيهًا للجِنس إِذَا كَانَ مُضَفًا أو شَبِيهًا بالمُضَف فيَكُونُ مَنْسُوبًا هذا هو الآن الحالة الثانية أن يكون إِسْمُ لَغُنَا مُضَفًا أو شَبِيهًا بالمُضَف وَيَكُونُ مَنْسُوبًا ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَهُ عَاتِفٌ ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَهُ عَاتِفٌ ثُمَّ كَذَلِكَ تَقَرَّر اللَّمُ وهنا كذلك أوجه الثلاثة السابقة الأوجه الثلاثة السابقة يَجُوزُ البِنَاءُ وَالْرَخْمُ وَالنَّسْبُ وَمِثَالُ البِنَاءُ لَا عَمَلَ خَيْرٍ وَلَا بَرَّ أَوْ لَا مِنْ إِكْرَامُ الْوَالِدَيْنِ كَمَا يَجُوزْ أَنَّكُولُ لَا عَمَلَ خَيْرٍ وَلَا بَرَّنْ أَوْ لَا مِنْ إِكْرَامُ الْوَالِدَيْنِ كَمَا يَجُوزْ أَنَّكُولُ لَا عَمَلَ خَيْرٍ وَلَا بَرَّنْ أَوْ لَا مِنْ إِكْرَامُ الْوَالِدَيْنِ إذا قلنا لا عمل خير ولا برع فهنا عطفنا على لفظ لأن ماذا لأن لفظ عمل هنا مبني اللحظة نقول لا عمل خير ولا برع فهنا نحن عطفنا على اسم الله على اسم الله ماذا أو لفظه أو محل لِكَوْنِ بَرَّهُنَ مُفْرَتْ فَهُنَ يَكُونُ مَبْنِيًا لَا بَرَّهُ بِيْتِبَارِ هَذَا بِيْتِبَارِ هَذَا مَاذَا مَنْسُوبٌ وَإِذَا قُلْنَا لَا عَمَلَ خَيْرٍ وَلَا بَرْرٌ فَهُنَا إِتَبَارْنَا لَا عَمَلُوا عَمَلًا لَيْسَ وَتَقُنُّ نَا بَرُّنْ إِسْمُ لَا إِسْمُ لَا مَرْفُقُ لَهُنَا تَأْمَلُوا عَمَلًا لَيْسَ يجوز الأوجوء الثلاثة ومثال الشبيب المضاف لَا مُسْتَشِيرًا فِي أُمُورِهِ وَلَا مُتَأَنِّيًا نَا دِمُونَ فَيَجُوزُ لَنَا أَنَّكُلْ لَا مُسْتَشِيرًا فِي أُمُورِهِ وَلَا مُتَأَنِّيًا نَا دِمُونَ كما يجوز أن نقول لا مستشير في أموره ولا متأني نادم والتعليل مثل ما ذكرنا ثم الحال الثالثة أن يكون المأتوف عليهم فوعا لكون لا عملت عملا ليسا إذا عملنا أو عملنا هنا لا عمل ليسا ففي العاتفي يجوز وجها الأول البناء على الفتح أو ما ينوب منابه لأنه مفرط والثاني الرفق عطفا على ما بعد لا الأولى أو أنها زائدة وما بعدها مبتدى أو على أنها عملت عملا ليسا كالأولى مثال ذلك إذا قلنا لا قوي ولا ضعيف أمام حكم الشرك فإذا قلنا لا قوي ولا ضعيف فضعيف هنا كونه مرفوعا لأن لا هنا لا الثانية يعمل عملا ليسا أو لأنه زائدة محملا فتكون ضعيف مبتدى لكن إذا قلنا لا قوي ولا ضعيف أمام حكم الشرك فضعيف هنا منصوب لأنه اسم لا النافيا للجنس فلا الثانية تكون النافيا للجنس ولا الأولى تعمل عملا ليسا لكن هنا في مثل قولنا لا قوي ولا ضعيف أو ولا ضعيف لا يجوز النس لماذا لا يجوز النس لأن هنا لا الأول تعمل عملا ليسا وإسمها يكون مرفوع لأن لا الأول تعمل عملا ليسا وإسمها مرفوع فلا يمكن أن يُؤْتَفَعَلَ النس لِعَدَمِهِ فلا يمكن أن يُؤْتَفَعَلَ لِعَدَمِهِ 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 لِعَنَّ اللَّا الْأَلْغُولَ لَيْسَتْ لِنَاسِبَ أَيْلَ تَعْمَلُ عَلَى النَّسْبِ فلا يُمْكِنُ أن يُؤْتَفَعَ عَلَى النَّسْبِ ثُمَّ نَأْتِ إِلَى الْبَيْتِ اللَّذِي بَعْدَ وَمُفْرَدًا نَأْتًا لِمَبْنِي يَلِي فَافْتَحْ أوِنْسِبًا أوِرْفَعْ تَعْدِلِي وَغَيْرِ مَا يَلِي وَغَيْرَ الْمُفْرَدِ لَا تَبْنِي وَانْسِبُهُ أَبْرَفْ إِقْسِدِي هنا في هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ أَرَادَ النَّوْضِمُ أنْ يُبَيِّنَ لَنَا مَسْأَلَةً إِذَا جَاءَ بَأْدَ إِسْمُ لَا النَّافِيَ لِلْجِنْسِ نَأْتٌ أو بِعْبَارَةٍ أُخْرَى إِذَا كَانَ إِسْمُ لَا النَّافِيَ لِلْجِنْسِ مَوْسُوفًا يَأْتِ بَأْدَهُ سِفَةٌ أو نَأْتٌ فَيَكُونُ فِي هَذِي الْمَسْأَلَةً ثَلَثَةُ أَوْجُفُ الأَوَّلْ بِنَاءُ وَالثَّانِ النَّاسْبُ وَالثَّارِثُ الْرَفْءُ أي يَكُونُ فِي السِّفَةِ لِي إِسْمِ لَا النَّافِيَ لِلْجِنْسِ الْبِنَاءُ وَالنَّاسْبُ وَالْرَفْءُ كَمَا مَرُّ قَبْلَ قَلِيل فِي الْعَطْفُ لَكِنْ هَذَا بِثَلَاثَةِ شُرُوتُ الأَوَّلْ أَنْ يَكُونَ النَّأْتُ مُفْرَدًا أي أن يَكُونَ السِّفَةِ لِي إِسْمُ أو أن يَكُونَ النَّأْتُ أو السِّفَةُ لِي إِسْمِ لَا النَّافِيَ لِلْجِنْسِ مُفْرَدًا أي لَيْسَ مُضَافًا وَلَا شَبِيْ بِالْمُضَافِ والثَّانِي أن يَكُونَ إِسْمُ لَا مُفْرَدًا وَأَشَرْتُ الثَّانِي أن يَكُونَ إِسْمُ لَا مُفْرَدًا ليس مضافا ولا شبي بالمضاف والثالث ألا يفصلا بين النأت والمنعود بفاصل أي يأتي الصفة أو النأت مباشرة بعد المنعود وبعد المخصور ومثال ذلك لا مدرس مهمل ناجه لا مدرس مهمل ناجه في مهمل ثالثة أوجه إما أنكم لا مدرس مهمل ناجه أو لا مدرس مهمل ناجه أو لا مدرس مهمل ناجه لا مدرس مهمل ناجه لا مدرس مهمل ناجه لا مدرس مهمل ناجه ثالثة أوجه لكن لابد أن تتوفر الشرور يعني أن يكون الصفة مفردن والموصف كذلك مفردن وأن لا يفصل بين الصفة والموصف فإذا قلنا بالبنا لمدرس مهملا لأنه أصبح تركيبا واحدا مع اسم الله لمدرس مهملا فمدرس مهملا أصبح تركيبا واحدا فإذا قلنا مبني على الفاتح وإذا قلنا لمدرس مهملا بالنسب فهنا مروعطا لمحلي اسم الله لأن محل اسم الله مهملا فيأتي أن نأتو كذلك منسوبا لأنه تابي فالتابي لا مثل المدبوء لأن المدبوء منسوبا فيكون التابع أو فيكون التابع منسوبا كذلك فإذا قلنا لمدرس مهملا بالرفعي فإنه بمنزلتي المددى لأنه ماذا نأتن على محلي اسم الله على محلي لا واسمها فتكون مرفوعا لأنه معتوف على المرفوع مكرر إذا قلنا لمدرس مهملا فهمهملا نأتن على محلي لا واسمها وقلنا أن المحل لا أنفيا للجنس واسمها بالرفعي للإبتداء فيكون نأتو على المرفوع فيكون نأتو المرفوع لكن إذا تخلف شرط من الشروط الثلاثة انتنع البناء إذا تخلف شرط من الشروط الثلاثة فإنه لا يمكن أن يكون مبنيا بل يجوز النسب أو الرفع فقط فمثال تخلف الأول لا مدرس مهمل الطلاب ناجح أو لا مدرس مهمل الطلاب ناجح يكون مهمل هنا مرفوع أو منسوب ومثال تخلف الثالث لا صانع وعمل خد دعاني ناجحان إذا إذا تخلف أحد الشروط الثلاثة فإنما يجوز النسب أو الرفع ويمتنع البناء ثم الآن نأتي إلى البيت الذي بعده والعطف إن لم تكرر لحكما له بما لنعتي ذي الفصل قبل قليل في البيتين السابقين أو فيما قبله تقدم معنا أنه إذا أوتي بعد اسم لا بعاتف مفرد ناكرة فلا يخلو إما أن تتكرر لا أو لا تتكرر وقد فصلنا القول إذا كان اللام أو إذا كان لا النافية تقررت فهنا في هذا البيت أراد النظم أن ينبهنا عن مسألة إذا لم تتكرر لا النافية مع العطف إذا لم تتكرر لا النافية مع العطف فهنا إذا لم تتكرر لا النافية للجنس مع العطف فإنه يجوز في المعتوف ما جاز في النعط المفصول ما جاز في النعط المفصول أي التي فسلا بينا وبين من عطي مع لا النافية للجنس التي لم يمتنم فيها البناء ويجوز فيها ويجوز فيها النصف ويجوز فيها فهذه الأحكام تجري أيضا في العطف أو في عطف أو في عطف هنا هنا طالب معطوف على اسم لا النافية للجنس وهنا لم تتكرر لا النافية وإنما وردت مرة واحدة في الأمام فهنا يجوز لنا النسب والرفق فقط ولا يجوز البناء ونقول مثلا لا مدرس وطالب في المأهد بالنسب ماذا معطوف على محل اسم لا النافية للجنس لأن اسم لا النافية للجنس منصوب ويكون العطف عليه منصوب كذلك لا مدرس وطالب في المأهد وإذا قلنا لا مدرس وطالب في المأهد فطالب هنا مبتد وطالب هنا مبتد ويكون هنا جملة مستعنف أو أو نحن نقول وطالب هنا بررفعي لأنه عطف على محل لا واسم لا مدرس هنا في محل رفعي فتقون طالب منا مأتوف على لمدرس وإذا كنا لمدرس وطالب فطالب منا مأتوف على مدرس فإذا كنا طالب فطالب منا مأتوف على لمدرس أي على لا واسم والأمثلة أو المسائل التي ذكرنا كلها تتعلك إذا كان المأتوف مفرد كل ما بحثنا هذا إنما يتعلك إذا كان المأتوف مفرد أما إذا كان المأتوف غير مفرد فإنه لا يجوز إلا النسب والرفع سواء تكرر لا أم لم تتكرر وهذا قد أوضحنا أنه إذا كان ماذا المأتوف غير مفرد فإنه لا يجوز البناء إنما يجوز النسب فقط ثم قال النظم وأعطي لأ مع همزة استفهام ما تستحك دون الاستفهام فهنا في هذا البيت أراد النظم أن يبينا لنا عن مسألة دخول حمزة الاستفهام على لا النافية للجنس فإذا دخلت حمزة الستفهام على لا النافية للجنس فإنا لا النافية للجنس تعمل كما قبل دخول حمزة الاستفهام وَتَكُونُ سَائِرُ الْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَ سَلَفًا كَذَلِكَ بَاكِيَ لكن هنا يجوز الإلغاء إذا تَكَرَّد يجوز هنا الإلغاء إذا تَكَرَّد والإستفام المقصود هنا إما يقصد بالإستفام النفي مثال ذلك إذا قلنا أَلَا تَاجِرَ صَادِقٌ أَلَا تَاجِرَ صَادِقٌ فهنا إستفام للنفي أي نفس السيد عن التاجير أو عن هو الموجود والثاني أن يقصد بالإستفام التَوْبِيخ مثل ذلك التَوْبِيخ عن البخل أَلَا إِحْسَانَ وَأَنْتَ غَنِيٌ أَلَا إِحْسَانَ وَأَنْتَ غَنِيٌ فَأَلْحَمْزَةُونَ يُقصد به التَوْبِيخ أو السُخْرِيخ والثالث أن يقصد بالإستفام التَمَنِّي ومثال ذلك أَلَا مَالَ فَأُسَاعدَ الْمُقْتَاجِ فَأَلْحَمْزَةُ الْحَمْزَةُ الْإِسْتِفَامُ هنا يقصد به التَمَنِّي أي استفام للتَمَنِّي والأمثلة في الثاني هو الثالث الخبر محدوف تقديره موجود إذن إذا دخلت أَمْزَةُ الْإِسْتِفَامِ عَلَا لَا النَّافِيَ لِلْجِنْسِ فَإِنَّ لَا النَّافِيَ لِلْجِنْسِ هنا تَعْمَلُ كَمَا كان قَبْلَ دُكُولِ أَمْزَةِ الْإِسْتِفَامِ ثُمَّ قَالَ النَّاظِمُ وَسَاءَ فِي ذَا الْبَابِ إِسْقَاطُ الْخَبَرِ إِذَا الْمُرَادُ مَأْ سُكُوتِهِ ظَهَرُ هنا في هذا البيت أراد النظم أن يُبَيِّنَ لَنَا مَسْأَلَةَ حَتْفِي حَتْفِي خَبَرِي لَا النَّافِيَ لِلْجِنْسِ وَحَتْفُي خَبَرِي لَا النَّافِيَ لِلْجِنْسِ كَثِيرٌ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ تُكَرِّر حَتْفُي خَبَرِي لَا النَّافِيَ لِلْجِنْسِ كَثِيرٌ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ لكن هنا لابد أن يدل دليل على حَتْفِي إِذَا دَلَّ دَلَّ دَلِيلٌ يَجُوزُ حَتْفُي خَبَرِي لَا النَّافِيَ لِلْجِنْسِ وهذا واقع كثيرٌ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ والدليل إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَقَالِيًا اَوْ يَكُونُ حَالِيًا والدليل المقالي مثال ذلك هَلْ مِنْ رَجُلٍ هَلْ مِنْ رَجُلٍ حَاظِرٌ هَلْ مِنْ رَجُلٍ حَاظِرٌ فَيُقَالُ لَا رَجُلًا فَيُقَالُ لَا رَجُلًا لِأَنَّ هُنَا هَلْ مِنْ رَجُلٍ حَاظِرٌ فَيُقَالُ لَا رَجُلًا اَيْ مَأْنَاهُ لَا رَجُلًا حَاظِرٌ لَا رَجُلًا حَاظِرٌ وَمَأْنَا مَقَالِيًا أَنَّا الْخَبَرُ مَذْكُورٌ سَلَفًا مَذْكُورٌ في المقال أي مَذْكُورٌ مُسْبَقًا ثُمَّ يُحْذَفُ هُنَا لِأَنَّ الْمَقَام مَقَامَ الْجَوَابُ فَيُحْذَفُ خَبَرُ لَا أَنَّا فِيَلِ جِنْسُ لَا رَجُلًا أي تَقْدِيرُ لَا رَجُلًا حَاظِرٌ فَيَكُونُ حَاظِرٌ هُنَا وَمَحْذُوْهُنَ أَمَّا الدَّلِيل الْحَالِ فَهُوَ يَكُونُ مَفْهُومًا مِنَ الْمَقَام يَكُونُ مَفْهُومًا فَإِذَا كُونَ مَثَلًا مثالًا زَمِيلٌ هُنَا مَرِيدٌ وَنَا كُونَ لَا بَأْسَ فَهُونَ يُفْهَمُ 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 بِأَنَّ هُنَاكَ خَبَرٌ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ فَعَلَيْكَ هُنَا مَفْهُومٌ من الحال أو مَفْهُومٌ من السياق أو من المقام وَلَمْ يَكُونُ مَذْكُورًا أَمَّا إِذَا كَانَ مَقَالِيًا فَإِنَّهُ يُذْكَرُ مُسْبَقًا ثُمَ يُفْدَفُ أَخِرًا أَمَّا الحال فَإِنَّهُ يُفْهَمُ من سياق الْكَلَام أو من الحال أو من المقام وَمِثَالُ الحَتْفِ أو حَتْفُ قَبَرِي لَا النَّافِ قَوْلُ تَعَالَى وَلَا تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ فَلَا فَوْتَ هنا يُفْهَمْ بِأَنَّهُنَاكْ فَلَا فَوْتَ لَهُمْ إِذَنَّ الدَّلِيلُ يَكُونُ حَالِيًا فَلَا فَوْتَ لَهُمْ هَذَا هُوَا أَمَا بِوُسْعِ أَنْ أَتَنَاوَلَوْ فِي هَذِهِ الفُرْسَةَ تَمِينَةً وَأَسْتَعْفِكُ مِنْ جَمِئِ التقصيرات فَإِذَا هُنَاكْ شَيْءٍ لم تفهم أو بحاجة إلى استفسار فنرجو أن يكون مبدوءاً أو يكون السؤال في اللقاء التي سيؤقد في الأسبوع القادم أو يكون السؤال يكون السؤال أو الاستفسار في اللقاء الابي إن شاء الله تعالى ونشكركم على حسن إختمامكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته